ما هي قيم وأقلاق التقدم أو برامج النجاح التي تؤدي لتقدم أي مجتمع واحد قيمة العمل أو الإنجاز بمعنى أنه من الراسخ في ذهن الفرد أن هناك علاقة طردية سببية وضرورية وطبيعية بين كمية النشاط والجهد المبزول والمكافأة من وراء هذا النشاط وذلك الجهد وهذا ما يؤدي بالفرد للتحمل والصبر والدأب انتظار لمكافأة لن تخزله اثنين قيمة الإبداع هناك علاقة طردية سببية وطبيعية بين كيفية ونوعية الجهد المبزول وقيمة الإنجاز المتحقق عنه وعوائده فهناك اعتبار الكيفية أو النوعية أو الإبداعية في العمل يتطلب الإبداع حرية حرقية للفكر ومناخ غير قمعي مناخ مسالم مستقر ثلاثة قيمة التخطيط وضوح الرؤية والهدف وقابليته للتحقيق أربعة قيمة العمل الجماعي القدرة على إضافة وتجميع الجهود الفردية لتصبح جماعية خمسة قيمة الصدق والشفافية وهي تدعم كل القيم السابقة والآتية فالصدق في التخطيط وتقدير الإمكانيات وقابلية الهدف للتحقق أمر ضروري كذلك الصدق والشفافية في قيمة العمل والإنجاز فلا وجود للوساطة أو الفهلوة أو أي سكة غير مشروعة لتحقيق كسب ومكافأة غير النشاط والجهد ستة قيمة التدريب والتعليم المستمر وهي مهمة جدا لتحقيق الإبداعية سبعة قيمة احترام العلم والبحث العلمي وإدراك دوره في تحقيق التنمية الاقتصادية والشاملة وهي أيضا مهمة جدا لتحقيق الإبداعية تمانية قيمة احترام القائد دون مبالغة ومدح وتدليس ودون تهوين منه في ظل قيادة عقلانية رشيدة تقوم بأدوارها تسعة قيمة المحاسبية لا أحد فوق المحاسبة عشرة قيمة الانضباط والالتزام وجود رقيب ذاتي لكل فرد تسعة قيمة الأمور